كميل ابن زياد قال لأمير المؤمنين أريد أن تعرفني نفسي قال يا كميل أي نفس تريد هذا حيره هو سأل عن نفس واحدة قلت يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة فقال يا كميل إنما هي أربعة اللي يفهم مثل هاي الرواية وهواية من الروايات راح تنحل عندها الشبهات فيها وهواية من الاصطلاحات وهواية من التعابير حتى الآيات القرآنية راح تنحل عندها زين إنما هي أربعة النامية النباتية والحسية الحيوانية والناطق القدسية والكلية الإلهية أربع نفوس في وجود واحدة أربع نفوس بواطن هذن ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصتان لكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصتان فالنامية النباتية لها خمس قوى ماسكة ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة ومربية إنسان يأكل هذا الأكل منه يهضم إلى منه يدفع الزايد برا هو قوى في النفس تدفعها يشتهي الطعام بشنو يشتهي؟ من ينجد تاعي الشهية للطعام هذه قوى النفس ولها خاصتان الزيادة والنقصان أحياناً شوفه يسمن أحياناً يطول أحياناً يضعف أحياناً زيادة ونقيصة فيها إمنياً زين هاي النفس وين هالنفس النباتية؟ أين مركزها الكبد وإنبعاثها من الكبد أتمنى على أهل الأختصاص في هذا الزمان يجون يبحثون في مثل هذه واقعاً خسارة كبيرة عمية وانبعاثها من الكبد والحيوانية الحسية لها خمس قوى سمع بصر وشم وذوق ولمس هاي ما لها علاقة بالنباتية هاي لا علاقة بالحيوانية ولها خاصتان الرضا والغضب مسألة إحساسية كل إنسان يدركها هاي الحقيقة زين هاي وين مكانها؟ النباتية في الكبد الحيوانية وين؟ وانبعاثها من القلب بركزها القلب هاي الوظائف الأعضاء اللي اليوم يقولون الكبد هل مجموعة من الوظائف يغفلون عن هاي النفوس فيها وظائف القلب بس يضخ الدم كل شغلة مضخة في الدم الله خالق برد مضخة في البدام شغلة بس يضخ الدم أمير المؤمن يقول الإحساس من القلب وتتشوفون إنسان من يفرح وين يشعر الفرح ماله؟ قلبه من يحزن وين؟ من يغضب وين؟ والناطق القدسية ولها خمس قوى هاي الناطق هاي العجيبة هنا فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة كل واحدة هاي تحتاج مجلس حتى واحد يشرحها زين هاي وين مكانها؟ شوه هنانا السر اللي يقولها أمير المؤمن ليس لها مركز لأن ما متعلقة بالبدن هاي هاي تأتي من الخارج ليس لها مركز في داخل البدن وهي أشبه الأشياء بنفس الملائكة خفيفة نورية ولها خاصتان الحكمة والنزاهة زين بقت يا نفس النفس الكلية والكلية الإلهية ولها خمس قوى هاي بعد أهل القلوب بيها إشارات بقاء في ثناء هاي قوتها الأولى ونعيم في شقاء هذا المعنيين يفهمون شنو هاي الرواية ما يبيها دلائل نعيم في شقاء وعز في ذل وفقر في غناه وصبر في بلاء هاي أنبياء وأولياء يدركون هاي المعنى هذا كل واحد مننا بكلام كثير ولها خاصتان الحلم والكرم شوفوا شوفوا خصائص الأنبياء خصائص الأنبياء صفات له يا شوف كأنه خارط يفتح أمير المؤمنين زين هاي منيا مبدأها مبدأها من الله وإليه تعود ترجمة نانسي قنقر